وابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل يسأله فقال ممن أنت فأمت له ما معنى أمت يعني انتسب فإذا به قريب لابن عباس فألان له الكلام ألان له الكلام عرف بأن له به صلة وقرابة ولذلك للأسف من الناس من يرفض قضية تعلم الأنساب جملة وتفصيل وهذا تطرف ومن الناس من يتعلم الأنساب لغرض الفخر والخيلة ولغرض التكبر على خلق الله ولأجل الطعم في أنساب الآخرين وهذا أيضا محرم نبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا من أمور الجاهلية وأنها باقية من جملتها الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنياح على الميت ولكن الوسط أن يتعلم الإنسان الأنساب لمقصد ولغرض ما هو الصلة هذا يتعلم نسبه ليصل رحمه يتعلم نسبه ليصل رحمه